هنوح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد كرة اليد للرجال الحقيقة اللي تجم من الكونغو برازافيل بعد ما فازوا بالبطولة الرقم 44 أو النسخة الرقم 44 من بطولة أفريقيا الأبطال أبطال الدوري بعد طبعا فوز كبير وبدون هزيمة وعودة اللقب مرة أخرى للنادي الأهلي النهاردة هما رجعوا في رحلة سفر 18 ساعة وبعد كده ما فيش أقل من 24 ساعة وكانوا بيلعبوا الترسانة والحمد لله استطعنا أن احنا نفوز على الترسانة بـ 32-21 وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الاتحاد ضغط أو لجنة المسابقات ضغطة الموسم لأن الموسم مليء بالبطولات إحنا النهاردة الفرقة هتلعب شوية وبعد كده هتروح بطولة العالم أو يعني بطولة العالم الأندية اللي هتتعامل في السعودية المملكة العربية السعودية بعد أيام قليلة فإذا ما فيش وقت فاللجنة ضغطة الموسم عشان تلحق تكمله لأنه بالمنظر ده بالبطولات الكتيرة دي الحقيقة يكون صعب قوي لو ما تضغطش بس فرقتنا عانت الحقيقة طبعا فرقتنا بالفوز ده على الهادي الترسانة متصدرة ترتيب العامل الدوري برصيدة 24 نقطة بعد طبعا مكسبنا كل المطشط اللي فات المفروض هنلعب الجولة الجاية بعد الهادي الجزيرة والجمعة الجاية بإذن الله الساعة 4 العصر وزي ما حدقكم قلت في أول الخبر ده أول مباراة لنا بعد عودتنا من أفريقيا في رحلة كانت طويلة 18 ساعة خدنا راح 24 ساعة فقط وبعد كده لعبنا الأول مباراة كان نفسنا طبعا يكونوا معنا ولكن طبعا يعني إذا ما أنتم شايفين ما فيش وقت يعني أكيد مستر ديفيد ديفيدز محتاج لعبته تريح مش هيسمح أبدا لعبته يعني تظهر في الإعلام أو حاجة زي كده احنا بنحترم ده جدا جدا ومقدرين ده بالعكس احنا داعمين وقت ما وقتهم يسمح أكيد هينورونا ويشرفونا ونحتفل معهم خاصة أنهم الحقيقة ماشيين بشكل كويس بعد دعم مجلس الإدارة برئاسة تركابة المحمود الخطيب اللي دعم هذا الفريق المجلس بالكامل دعم هذا الفريق بعد ما كان النتائج مهتزة ولكن مع قدوم كتخاذ العوضي على رأس إدارة النشاط الرياضي وهو تنجم من نجوم كرة اليد حصل دعم كبير لهذا الفريق والنهاردة الفريق بيعمل هذين إنجازات بدون محترفين لعيبة مصريين فقط وده اللي احنا كنا بنقوله وده اللي اختاره النادي الأهل الصعب وهو بناء فريق من سن صغير الكلام ده ابتدى من ثلاث سنين لحدكم فاكرين من أيام كابتن طريق محروس كان مسكي الفريق من سنتين ثلاثة كان الهدف أن احنا نبني فريق من اللعيبة الصغيرين ولكن كان الأسهل أن تتعاقد مع لعيبة أسامي وخلاص ولكن نادي الأهل اختار الطريق الصعب ولكن هو الطريق الأطول والطريق الأنجح والطريق الأدوى